السيدات والسادة نفتتح هذه الدورة في سياق وطني يتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية ومنها على الخصوص موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية لأعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي الذي أعطى جلالته وحفظه الله انطلاقته وأكد عليه في العديد من خطبه السامية وإنما يبعث على الثمئنان المطلق أن هذا الورش المجتمعي الهام جاء من ببادرة من أمير المؤمنين وصبت الرسول الأمين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حامح من الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية وعلى هذا الأساس المتين فإننا على يقين تام بأن هذا النقاش سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة والتكافؤ الفرص ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية التي شكلت على الدوام نواة المجتمع المغربي المتضامن والذي حافظ عبر التاريخ على تفرضه وتميزه بفعل استناده إلى منظومة القيم التي تجمع بين الحفاظ على التقاليد العريقة وبين الانفتاح على معطيات العصر المتجددة ومن هذا المنطلق فإننا نود أن نؤكد بهذه المناسبة تأهب مجلس المستشارين بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية للقيام بكل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية من أجل انخراط العمل والمنتج في المجهود الوطن الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية بما يمكن بلادنا من تحقيق أهدافها الطموحة وتحصين مكتساباتها المتعددة وتأمين جاهزيتها لرفع تحديات المستقبل سيدات والسادة الأفاضل لقد تميزت الفترة الفاصلة كذلك بالاهتمام الخاص الذي حظي به ضمن النقاش العموم وورش تخليق الحياة السياسية والعامة وكما أكدنا في خطاب اختتام الدورة التشريعية السابقة فإن البرلمان المغربين خرط بشكل جدي في هذا الورش الإصلاحي مسترشدا في هذا الصدد بالتوجيهات السديدة التي جاءت في متن الرسالة الملكية السامية الموجهة إليه بمناسبة الاحتفال بالذكر الستئيني لتأسيسه خلال شهر يناير الماضي وتتويجا للمجهودات الجماعية التي بدلناها منذ إذن وطيلة الفترة الفاصلة فإنه يطيب لي أن أعلن أمامكم أننا قطعنا أشواطا هامة على درب تكريس الإرادة الملكية السامية في هذه الصدد وسنكون إن شاء الله تعالى قريبا على موعد مع تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات على أنظاركم وذلك بعد استكمال التدقيق في بعض الأمور التفصيلية في إطار المشاورات الجارية مع السادة رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس وبمراعاة التنسيق الواجب مع مجلس النواب الموقر أيها الحضور الكريم لقد شكلت الفترة الفاصلة امتدانا حقيقيا لدورة أكتوبر المنصرمة ومحطة تحذيرية للدورة التي تفتتح أشغالها في هذا اليوم المبارك وذلك من خلال الاستمرار في العمل بنفس الاستعداد وبذات الروح الإيجابية السائدة بيننا فقد استطعنا بفضل من الله تعالى وتوفيقه وبتعاون مع جميع المكونات أن نحافظ على وثيرة آداء مقدرة في كل المجالات في مجال الدبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية ذات الصلة بالمحاور التي نشتغل عليها ضمن النقاش العموم التعددي وفي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وهكذا ففي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية فقد تميزت الفترة ما بين الدورتين بمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق جيوسياسية بهدف الدفاع ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وعلى رأسها القضية الوطنية فعلى مستوى المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية شاركت الشعوب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الفترة في أشغال كل من جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة ومهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية بجمهورة أضرابيجان والدورة الشتوية للجمعية البرلمانية للمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والدورة 18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدورة 68 للجنة وضع المرأة التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة 148 والدورة 213 للمجالس الحاكم لاتحاد البرلماني الدولي وعلى المستوى الثنائي فقد تميزت هذه الفترة بقيامنا بزيارة عمل للولايات المتحدة المكسيكية على رأس من وفد مجلس المستشارين بدعوة كريمة من رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي وذلك لتعزيز مصاري العلاقات للبرلمانية الثنائية بعد الزيارة التي قامت بها الرئيسة السابقة إلى المنوكة المغربية سنة 2022 ولقد القينا بهذه المناسبة كلمة في جلسة عامة لمجلس الشيوخ خصصة في سابقة في مصاري العلاقات للبرلمانية المغربية لاستقبال وفد مجلس المستشارين أكدنا من خلالها أن المغرب والمكسيك مدعوان للعمل سويا من أجل إعطاء العلاقات الثنائية دينامية جديدة ترقى إلى شراكة نموذجية بعد 62 سنة من العلاقات الثنائية وبعد كذلك 20 سنة من الزيارة الميمونة التي قام بها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله إلى هذه البلد كما أجرنا خلال هذه الفترة الفاصلة بين الدورات لقاءة ثنائية مع شخصيات حكومية وديبلوماسية ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية حيث استقبلنا كل من رئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني ورئيس الجمعية الوطنية الانتقالية للقابون ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مدغاشقر ورئيس مجلس الأعيال الأردني ورئيس مجلس الشيوخ الكيني ورئيس مجلس الشيوخ الليبيري ونائب وزير خارجية جمهورية باناما ورئيس الدول الوطنية حق الإنسان بدولة الكويت والصفراء المعتمدون بالملكة المغربية لكل من كندا وجمهورية الفيليبين وجمهورية أضرابيجان والأمين العام لمجلس الشورى البحريني وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية نظم مجلس المستشارين ورابطة مجالي الشيوخ والشورى والمجالس الممثلة في العالم العربي وإفريقيا ومنتدى الحوار جنوب جنوب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس أيضه الله المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب بعنوان التعاون جنوب جنوب دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة وذلك بمقر المجلس وجاء تنظيم هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة 30 رئيسة ورئيسا للبرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية انطلاقا من السعي المشترك لتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى والتجارب بشأن القضايا الاستراتيجية الراهنة وفي طلاعتها قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجاري والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغداء والمائي وقد توجد أشغال هذا اللقاء الهام بإصدار بيان ختمي تمت فيه الإشادة والترحيب بموادرة صاحب الجلال الملك محمد السادس على المستوى الدولي الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي والضرورة الملحة لمعالجة الخصاص الكبير في البنيات التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق إطار المؤسسات متين يوحد بلدان القارة الثلاثة وعشرين المطلة على المحيط الأطلسي من شأنها جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقة لتعزيز الربط اللوجستي على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلعي وتأهيل آليات التتفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجي الخلاقة للثروة من مصادر المواد الأولية خاصة في الفضاء الجيوستي اقتصادي لفريق العرب الأمريكي اللاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولة ترجمة نانسي قنقر